شهد مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان للنواية بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجانب المصري ممثلا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية الإماراتية والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية ولجنة محرابة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية اتفقت الأطراف على العمل معا لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيسي تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار تسلح بشكل فاعل